السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عندك ضغط وعايز تتعرف ايه الاطعامة الخطيرة اللي ممكن ترفع الضغط عندك وتضرك ولازم تقللها او تمنحها في نظامك الغذاء اليومي فاربعين ثانية بس هقولك على اكتر عشر اطعامة ممنوعة وغير مسموعة لمرضى الضغط اول حاجة المخللات لانها غنية بالصوديم اللي بيرفع الضغط تاني حاجة اللحوم المصنعة لانها غنية بنطرات الصوديم تالت حاجة الاطعامة الدسمة لانها غنية بالدهون المشبعة رابع حاجة المعلبات لانها بتحتوي على نسبة عالية من الصوديم خامس حاجة العرقسوس لان العرقسوس بيسبب انقباض الاوعية الدموية فبيرفع الضغط سادس حاجة الحلويات لانها بترفع نسبة الدهون السلسية في الجسم اللي بتتراكم على جدران الشرايين وتسبب ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين سابع حاجة الملح الكتير في الاكل تامن حاجة المعجينات تاسر حاجة المشروبات اللي فيها نسبة عالية من الكافيين عشر حاجة معجون الطماطم الجهزة اللي هو الصلصة دي اهم عشر اطعام ممنوعة او غير مسموحة لمرضى الضغط بتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك ولو عجبك وافادك شاهروا لغيرك وانشروا لغيرك عشان تستفيد لو عايز تحصل على كتيبات مجانية عن السكر وعن القدم السكري وازاي تعتني بقدمك السكرية ومجموعة فيديوهات قيمة جدا لمرضى السكر كل شيء عن مرض السكر كل شيء عن القدم السكري كل شيء مجانا هسيب لك رابط التسجيل تحت الفيديو في الوصف او في التعليقات بحيث انك تسجل واول ما تسجل بيجي لك على طول الرابط ممكن تحمل منه الفيديوهات وتشوفه الفيديوهات وبنبعت لك باستمرار الكتيبات المفيدة لمرضى السكر والعناية بالقدم السكري لو عايز كمان تشترك بمجموعتنا على الواتساب هتسيب لك برضو رابط الواتساب بعد التسجيل بحيث ان انت ممكن تسجل في المجموعة على الواتساب ويجي لك كل جديد بننشره وكل فيديوهاتنا وكل كتيباتنا وكل الحاجات اللي بننشرها مجانا لمرضى السكر باتمنى ليكم الصحة والعافية كم معاكم دكتور طريق تركي استشارك راحة العزام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته شكرا